السلام عليكم احباباتي الغاليات ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال كما راكم تشوفوا احباباتي اليوم جبت لكم هذا الطاجين جبن ولا طاجين الفرماج بشكل جديد و بطريقة جديدة طريقة الاعرس لراي ماشيكي في كامل الاعرس الجزائرية ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقة وتسييوها شوفوا بطبقاتين طبقة يعني تعالى فيوند عشي وطبقة تعب بولي عشي ومعاهم الفرماج ايضا وزيناه بوحدة تزيين راقي وبسيط في نفس الوقت كما راكم تشوفوا بالجوزة فقط ورافقتوا يا ابنت بوحدة صلصة رائعة اللي هي ماشية في الاعرس ايضا جبتها من عند شيف يعني من تيك توك شفتها شفت شيف دارها عل مباشر جت ما شاء الله ودرتها لكم اليوم بشتشوفوها يعني لطريقة الاعرس كما نقولوا تبعوا معايا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عندنا هنا في صدردع الدجاج ورافقته ثاني يعني بشوية اجنحات الدجاج يعني راح نقولوا لكم في الوصفة هذه تقدروا الدجاج اللي عندكم مش veins مiqu zach I och try do يعني مهم الحاجة اللي عندكم تقدروا throughout the oldigen احبت الزوم الاحسن انكم افضلوا بالبصل انا كانت عندي شوية مرابية و شوية مقطعة لي كنت درتها لحم وزدت لهم ثانية واحدة صغيرة كما كفتني زدت حبة واحدة صغيرة طيبتها كباركة يعني قصتها على زوج ودرت التوابل والملح توابل هما فلفل لكحل كصبر و شوية باركة الكمون والزنجبيل مطحون هذو هما التوابل يعني السمال يدروهم في المرقى البيضاء بش ما تفزنناش اللون تعصصنا احنا نقليهم هكا مليح مليح نخليهم يتقلوا مليح مليح ونبعد نشون مرقوهم هكا تأكد تبلي البصلها تقلت شوية ونبعد يلبنت هذي راح نصفيها هذو لاصوس وزدت شوية هكا يعني ربطة صغيرة بلكن تعد بشا وتحبوا تديروا مع دنوس ديروا مع دنوس انا ما كانش متوفر عندي وخليتها يعني تطيب في عقلها حتى اني يطيب لي هذك الجج ونروحوا مباشرة الفيونداشين تعنا درت اللي هنية بصلة متوسطة يعني قلت لكم نحيت منها شوية بركل هذيك السلسل بيضاء تعدجج ودرت الباقي الهن قطعتها غير بالموس بش منطلق ليش المبزيف وبش تجي حلوة في هذ الاخور كي تقطعوا بالموس يا بنات البصل راح تجيكم حلوة ورائعة درت حوالي ميتين وخمسين جرام تعلها فيونداشي نقليهم هكا مليح 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 تني ذو بلي هذك فيونداشي كان شوية جامد هنا خليتوا تقلى مليح وراح نزيد نفس دوابل يكون درتهم في السلسل بيضاء الاخرى درت زنجبيل فلفل لكحل كمون ولكسبر هذو هما وشويات عدبشة والملح طبعاً الملح ما تكثروش يا بنات على خطر من بعد كي نديروا الفرماج راح يتلقننا يعني الملوحة الفرماجكم على بالكم ملح وهذي يعني التاجين فرماجكم على بالكم فيه بزاف يعني كمية كبيرة مرقتوا هناك معنا بالكم يا البنات دائماً أنا نحب المرق للحم تعيب شي طيب لي مليح مليح ما يبقاش نشفه كاكو ما يبقاش نقص طياب مرقتوا حاولي بكسع ما ونخليه يعني يعاود حتى ينشف ملما هذك مليح مليح شوفوا كيف هنشف أرجع كما كان في الأول أعذروني إذا هدرت بزاف على خطر يعني كاين بزاف لي قولوا لك يتاهدري بزاف وذاك يعني لازم نقول طريقة بحاذ فيرها يعني وانا نقص في الفيديو نقدر نديره مثلا فيديو عشرين دقيقة ونهضر في عقلي ونقول لك ديري الدجاج قليه مليح حيا يا زيدي قليه زيدي يعني أنا نقلص في الفيديو على وجهلكم مش ما تملوش مش ميجيكمش الفيديو يعني طويل بزاف وفي هذا الفيديو بما انه هو ما يكفينيش للشرح بزاف نولي أنا نزرب في الهضرة ونهضر بزاف هذه هي شوفوا يا البنات هنا بعد ما كملنا يعني طاب لدجاج حكمت نحيته وصفيتها يعني بالملعقة هذيك برف وجبت كرام فراش راح نزيد الكرام فراش الهنا على الصوص هذيك يعني تكون بقاتلكم منباه كاس ونصف على الصوص هكا درت لها كرام فراش الخاصة بالطبخ ما درت هاش كاملا درتها حوالي هي فيها ميتون ميليلتر تحوالي ميو خمسون ميليلتر وجبت ثانية نصف كاس أحوالي فتعقوم وليد هذا الكاس راعي يقال منه وتأخلو مهم تما تعقوم وليد هذك فتعقوم وليد هذا لجبه نصف كاس تدير فيه ملعقة صغيرة نتعنشا وتتحلوها في هذك الماء النصف كاس عن الماء وضيفوها الهناية وتبقى وتخلطوا حتى تحصلوا على الصوس هذه الخاصرة جاي خاصة ما شاء الله ضح الراح يطحك المستمرة يجب ان تحركوش يتراكمل تحت ويبقى يكعبشي لكم نفوت هذا يا ابنات التجاج هذا هو التجاج الذي نحيته من هذه المرقة سنقطعه هكا تحبوه يعني تديروه فيه اشوار يعني ترحيوه كامل انا نشتيه هكا نديروه هكا بطريقة هذي برق ونبدأ ونتبلوه فيه يا ابنات بالنسبة للتجاج راني زيت له شوية توابل على خطر هو طب في المرقة يعني ولا نقص شوية توابل زيت له شوية فلفل كمون وشوية برق تعثون نبدأ وذو كنتبلوه فيه كما نقولوه احنا نوجدوه الاخر مرحلة نحكموه فيه يعني في كل طبق يعني طبق هذا تعال فيونداشي وطبق هذا تعبولي اشي شوفو درت يحي نقولكم في كل طبق ونتم تديروه نفس الشي لطبقي درت نسف ملعقة صغيرة على الخميرة كميائية درت شوية فرماج رابي ودرت شوية تعدب شوية ودرت ملعقة ونصف انتعلى شابلر ودرت سوش حبات انتعب فرماج مو ثلاثات هكا ونزلنا مبعد نزيد ونضرب الفرماج يعني في كل طبق تديروه هكا ودرت ثلاث بيضات ثانية في كل طبق مبعد فتاعة الجاج مكفانيش ثلاث بيضات يعني نحس بالكمية اللي عندكم مثلا اكيد راح تحتاجوا البيض اكثر يعني مبعد انتو ما زيدوا بالبيضة بشوية بشوية وخلطوا وشوفوا الخليطتكم حتى يعني تحصلوا على خليط يعني يكون مشبع بالبيض يعني يكون فيه البيض بزاف كما هذا شوفوها نحكم نحركوه هكا نديروه كطبقة اولى يعني يدرت طبقة اولى جيبوا المول كنتو دهنتوه بالزبدة ليس ما تلسقلكمش وديروه البيضة ونبعد نديروه طبقات على الفرماج بالنسبة لطبقات على الفرماج اللي راح نديروها هذو كايربنات انا ما فاندير فرماج بيربير بكل صراحة ما فاندير بيربير يعني متماسك شوية نقصوا هكا مستطيلات ولا مربعات يجيوني منظمين ونساميهم وبعضهم كامل هكا يجيوني طبقات كاملة تاع فرماج وبعد يعني جبت هذا الفرماج هذا التاع واليد حتى هو يعني ما شاء الله البنة تاع ورائعة يجيوني طبقات كاملة يعني شغل لين بزاف على بها ما قدرتش نديروه طبقات كاملة قدرت هكا بشوية بالمغرف برك وبعد يعني وزعتو بالفرشيطة من احسنتو ما تكونوا يعني تشوفوا فرماج اللي ما هوش يعني ليين بزاف بش يكون يجيكم طبقات كاملة هكا ما مديروهم مرقاق يعني شرائح رقاق وتساميهم بعضهم تجيكم طبقات كاملة كملت يعني طبقة هذي تاع الفرماج درتها غير بالفرشيطة هكا كما راكم تشوفوا ومبعد نروح للتجاج داعي حتى هو نخلطه مليح مليح يعني يعني راني ندير في الطبق هذي خطر واسع ونخلط فيه مليح شوفوا الججاج اللي نقص شوية تاع البيض زيت له بيضة واحدة فقط شوفوا كيفا يجي هكا القوام لازم يكون احنا نضيف الطبقة تاع الجاج كما راكم تشوفوا بصراحة نمال فنديرو غير بالفيوند عشي فاقدتم صحية هذي الطريقة جديدة اللي قادين يديرو به هذو كطاجين فرماج ولا طاجين جبل وكاين يقولوا له ثاني بونارين على خطر يطيب نطيبوه يعني نطيبوه في الطابونة ننقلي ودجاج ولا نطيبوه الفيوند عشي وكل شو نعاودو نطيبوه في الكوشة يسمى يقولوله طاجين بونارين ويحنا نقولوله يعني طاجين فرماج ولا طاجين جبل هذي هكا البنات سويتها همليح هذيك الطبقة تعدجاج وزيت الفرماج بالفوق يعني تخيروا فرماج يكون يذوبلكم انا هذا نشريه بالميزان هكا ما على بريشها البنات كما نقولوله انا ولا وش اسمه يجيبوه لراجلي بالميزان هكا مكعبات كبار مكعب كبير مهوش هذوك ليجيين كي الكاشير يعني هذا مكعب كبير هكا يجيبوه بالميزان ما فيه لا اسم موالو يعني من عند سوبرات يجيبوه بالميزان ويجيبوه يعني هذا يذوب ما شاء الله رائع يعني يحتفل بالنا بعد ما طابل الطاجين تاعي كما راكم تشوفوا يعني يدخلوه في فرن يعني ما يكونش سخون بزاف على خاطر يعني يوكلش طايب يطيب غير البيض فقط يعني يتنقصوه النار ديرو حوالي هكا في درجة الحرارة 150 دراجة كبار وتخليوه يطبي عقلوه بش يطيبلكم هذا كل البيض من الداخل وينش في مليح وبعد قطعوه بالشكل اللي تحبوه انا قطعتوه هكا مقروضات شوفوه هنا ومازال سخوني يغليع لبها يعني تشويه هذا الزوج حبات يعني تخليوه يبرد شوي من الاحسن تخليوه يبرد شوي باش الحبات تاعكم يجيوه في نين وملح شوفو البنات كيفها يجي ما شاء الله ويجي شهي ويجي بنين بزاف ويجي يعني حاجة جديدة وراح نفعلنا رفقوه بالصلصه هذيك اللي كنا درناها مع بعضانا يعني السلسة البيضة الهايلة انتع الاعراز زينتو بشوية جوز ومبعد درت السلسة هكا تحبو تديرو السلسة سعى في الطبق ومبعد تحطوه هو فوق السلسة تحبوه هكا تديرو كما انا يعني تبدو تسيحو عليه السلسة هكا مش يجي بنين وباهي ويجي يعني الشكل داعو مشاهي وهذه هي البنات السلسة اللي تجي خاثرة ما شاء الله تجي بنينة بزاف بزاف رح نقسم لكم لنا تشوفوا الشكل النهائي وتشوفوا كيف يجي ما شاء الله يعني رح يحمر لك وجه قدام ذيافك وحتى في اعرس اذا تديروه يعني بكميات كبيرة بعد يعني ما كمش راح تندمو علي يعني طاجين فرماج هذا يعني بنين بزاف وبريستيجو هايل وفي الاخر حبابتي رح نقول لكم كما راني نجيب لكم في وصفات جديدة ونجيب لكم يعني في وصفات ناجحة ما شاء الله يعني نتمنى منكم حتى تمام تبخلو اشتري بلايكاتكم وبتعليقاتكم الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة